السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى على فيديو تاليوم تلقائكم في احسن الاحوال لبنات اليوم جبت لكم وصفة كيكة المحلات يعني كيما اللي يتباع في المحلات التجارية بمذاق ولا ارواع مع جميع اسرار نجاحها بالكيك خليكم معايا اونباستوس فيتوزنغرديون بالنسبة للمقادير اح نخليها لكم مكتوبة باللغة العربية والفرنسية في صندوق الوسف فقط حبيت نزيد بلي زيست دون سيترون لاني نسيت محتته فوق مع المقادير نحتاجوا اوسي زيست دون سيترون اول مرحلة نقوموا بها اننا راح نفصلوا البياد على السفار باياد البيد على سفار البيد نحكموها ذاك البياد البيد ندلوله قرصة ملح ونطلعوه قرصة ميوغانجة بالنسب كمية السكر يعني 100 قرام السكر مع اربع بيضات نطلعو بهم للميوغانج افا يبدى يديرنا هذيك الرغوة البيضة نبدو نزيدو 100 قرام سكر على زوج دفوعات كما راح موضح في الفيديو وهذا اول سر لنجاح الكيك لانه هاد الميوغانج راح تعطينا التراوة والهاشاشة لهذاك الكيك قدروا نقلوا بله راهي وجدة نجيبو سفار البيض نزيدوه على ضربة 100 قرام سكر اي نصف الثاني من كمية السكر وهنا انا راح نزيد الفانيليا لانه استعملت فانيليا سكر لا استعملش فانيليا عطر الفانيليا انتم لا لكم الاختيار حتى يبيض هادك الخالات تاع السكر و سفار البيض باش نبدو نزيدوه في الزيت والحليب كما هو موضح في الفيديو نضربو ملاح نخلطو ملاح المقادر في هاد المرحلة نزيد لزيس دان سيترون و ملعقة العسل هاد ثاني سكر او ثاني سر يعني هاد العسل راح يعطينا واحد اللي بنا في الكيك تاعنا ما تستطقوش ما تقدروش تيماجينيو وهو اللي راح يعطينا الكولور تاع الكيك تاعنا لانه الكيك تاعنا راح ييجي كولور اسمر ما راح يجي ابيض و في هاد المرحلة راح نزيدو الفارينة و زوج خمارة تاع الحلوة و في الاخير نزيدو هادك المرحلة يعني المرحلة يجيوها في الاخير انا هنا غلطت زيت شوية قبل الفارينة ولكن الداريكت الداريكت الامر نزيدو الفارينة في الاول مع خميرة الحلوة و في الاخير نزيدو المرحلة كما هو موضح في الفيديو راح نتحصلو على خاليط يعني ماهوش خفيف يعني شوية تقيل راح تشوفو معنا ماهوش خفيف خفيف و ماهوش تقيل تقيل بزاف ولكن راح نتحصلو على عاجينة متماسكة و هادك العسل اللي زدناه يعني كتكونوا دايرين الكيك تاعكم يطيب في الفرن راح تولي الدار فيها وحدة ريحة غير ريحة العسل لهذا ننصحكم انكم تختاروا عسل من النوع الجيد هنا راح نغلف الكيك التاعي و نخليه مدة ساعة او العاجين التاعي راح نخليه الخاليط التاعي عفوان و راح نخليه مدة ساعة في الثلاجة يرتاح وهذا ثالث سر اللي نجح هذا الكيك يعني الخاليط لازم يرتاح مدة ساعة في الثلاجة قبل ما ندروه في الفرن هدا هو المول اللي كنت ادهنته بالزبدة و في هاد الاثناء الفرن التاعي راح يسخن على مية وستين داراجة شعلت عليها غير ملتحت انفو يبدأ يطلع الكيك التاعنا نشعلو عليه ملفق و ملتحت ولكن نخلوه على مية وستين داراجة يعني لازم يطيب على حرارة متوسطة لازم نعطي ولو الوقت التاع و راح ياخد معاكم مدة ساعة اكزاكتما او 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 كيسان دونك ما تتقلقش عليه و في اخر ندروه هاد ال يعني نجيبوه كأس ماء و ندروه هادك الخط بالموس باش الكيك التاعنا يتفتح بهاد الشكل كي طيب هدا هو الكيك التاعنا بعد ما طاب و نتفخ شفوهش حل جا عالي تبارك الله ف هاد المرحلة راح نجيبها اما مربا او لجولي او حتى العسل معلش ندهنو للسورفاس تاع الكيك باش يعطينا اللامعان و باش لزاموند افيله يلسقوا فيه انا هنه مكان استعملت الكونفيتور الكونفيتور اي دوق مش مش ماش انا هنه استعملت دوق الفارولة يعني او لجولي لما حبيتوش لغوت على الكونفيتور او العسل كي ما قلت فقط ننصحكم باختيار عسل يكون دو جودة مليحة و يكون غامق اللون باش يعطيكم نتيجة يعني والله صدقوني كي كان يطيب الكيك الدار كانت غيري حت هادك العسل يعني النتيجة راح تبهركم اكيد ما راح تندمولو كانت جربوه وهنا راح نسي نقطع معاكم الطرف باش تشوفوا من الداخل لون تاعو شوفوا اللون اسمر مش لون ابيض راح نتحصلوا على ان كيك خوستيان الاكستيريور اي تخي خيموالو الانتيريور دونك اه جسبر ان شاء الله تسيوا هاد الاروسات ماهيش صعيبة ماهيش وعرا حتى المبتدئات مقادير متوفرة في كل منزل ونتيجة مية فلمية مرضية ان شاء الله وانا في اخر هاد الافيديو ما بقى لي انلا نقول لكم اه نتمنى الافيديو تكون اكيد لقات اعجابكم نتمنى الارا حجر البورا جوان تشوفوا جوان توقفوا او الاشتراح اليوم الانتمنى الاشتراح اليوم اشتركوا في القناة وانا في القناة في اقدم اشتركوا في القناة السلام عليكم